اذا طرقنا سابقا الى الامور الاساسية الخاصة في الرسم قلنا مجموعة من النقاط اهمة انه احنا نحتاج الى مساحة للرسم الان حاليا مساحة الرسم هي راح تكون عندك هذه البنل اللي انت شاهده امامك يمكن تكون البنل يمكن تقوم بالرسم على اي اوبجيكت اخر يعني مو فقط البنل يمكن تختار عندك بيكتشر بوكس تقوم بالرسم عليها لكن الان اختارت انا البنل وغيرت الكلر مالته هو الى white ثم بعد ذلك اعطيتها اسم على اساس يكون عندنا area draw اوكي بنسبة لعمليات الرسم مثلا خلينا نقوم برسم الاشكال الاساسية نقوم مثلا برسم line الخط rectangle الشكل rectangle circle وعدنا الارك القوس تقريبا هذه هي الاشكال القياسية ولا لنسى ان هنا عملية الرسم ضمن نمط windows form او هذا الفورم بشكل عامل اللي انت تشاهده لما يعمل الكمبيوتر عليه render وتشاهده فهو عبارة عن object من pixel كان ماصورة لما تعمل عليها zoom راح تشاهدها ان هي يعني متكونة من البيكسل وليس الفكتر اما بعض البرامجيات في الاساس برامجيات الرسم فهي تكون تشتغل عندنا بالفكتر على سبيل المثال برنامج AutoCAD لما تقوم برسم object كل ما تعمل عليها zoom ما راح تشاهده ان هي يعني مكونة عدة من pixel فهو اصلا النمط هو pixel فبالتالي كل الكائنات هي pixel فاما النمط الثاني اللي هو نمط pdf يمكن انه انت تبدي ترسم فيه كائنات فيكتر فخلينا مثلا نقوم برسم line الان طبعا اول شي نحتاجه انه احنا نجلب مجال الاسماء اللي دعملنا هذه العملية اللي هو using system.drawing هذا اللي يعطينا طبعا كل المثود او كل الامور اللي احنا نحتاجها من عمليات الرسم خلينا نعرف الكائن اللي احنا راح نبدي نرسم فيه وهذا الكائن طبعا يسمونا Graphics مثل ما شفناه طبعا راح بدي اعطي اسم Graphics اوكي وخلينا اقوم بعمل initialize لمساحة المساحة الرسم اللي اسميناها اللي هي الpanel طبعا الarea.drawing فكيف راح اقوم بتعريفها راح اقول انه انا عندي ايش عندي هذا لغرافيكس اوكي راح يمثلي مساحة العمل فبالتالي راح اقول انه هذا لغرافيكس هو راح يمثلي الarea الarea.create اوكي create graphics يعني بمعنى انه اقوم بتعريف الى مساحة العمل حتى يقوم بالرسم عليها اذا ردت انه يقوم باجراء مهمة معينة على سبيل المثال هنا خلينا اقوم برسم اه خلينا مثلا نعمل زوم تمام خلينا نقوم برسم line الرسم line طبعا جدا بسيط اما انا اعرف النقاط واعطيها او اقوم باعطاء المثود ال data مالتها بشكل مباشر فاول خطوة انا احتاج الى قلم اقوم بالرسم فيه فبالبتاع اقوم بتعريف pen قلم اوكي وهو راح يكون عندنا new من عنده وطبعا راح ابدي اعطيه ال color يعني راح ابدي اعطيه ال color اوكي color dots مثلا يكون عندنا black باحتبار انه الخلفية عندنا ويمكن انه اعطيه thickness او width اللي انا راح ابدي ارسم فيه طبعا راح ابدي اتركه بشكل الافتراضي عندنا طبعا ايضا يمكن انان بشكل مباشر ان تقوم باستدعاء المثود اعطاءه data او انت تبدي تجهز data احنا تقول مثلا line هو يتكون عنده من نقطتين فيمكن انه اعرف point اوكي وعطيها x sub y وعرف point اخرى وعطيها x و y بمعنى يمكن انه اقوم بتعريف point حتى يكون عنده كل شيء منظم فيمكن ان يقول ادي point one P1 هي new from point واعطيها قيمة ال x و قيمة ال y على سبيل المثال قيمة ال x 10 ولي تكون مثلا نقوم برسم 20 20 كحداثيات طبعا ضمن مساحة العمل وقوم بتعريف point ثانية هذه ال point الثانية قوم بيعطاها ال ordinate الثانية لقيمة ال x طبعا راح تبدي تختلف عندي اللي تكون على سبيل المثال 100 وقيمة ال y هي نفسيتها باحتبار انه انا اريده يكون عندي يعني مع ال افق بزاوية صفر تماما طبعا اذا اعطيت data الان البرنامج هو يشتغل من اليسار الى اليمين كقيم موجبة من الاعلى الى الاسفل ومن الاسفل الى الاعلى فاذا اعطيتها قيم سالبة راح يجدي يشتغل عندنا في العكس تماما فالان يمكن انه استخدم هذا اللي انا قمت بتعريف الكائن اللي هو الكائن لغرافيكس ثم بعد ذلك راح اقل له draw لاحظ فيه مجموعة من المثال فيمكن انه تشاهد عندك هنا draw line يمكن طبعا انه تقوم برسم line واحد من خلال اعطاء ال data او يمكن تقوم برسم مجموعة من ال lines كدفعة واحدة طبعا بهذه العملية وبالتالي تحتاج انه تعطيه مصفوفة مصفوفة من ال data فرح يبدي يرسم لك كل ال line كدفعة واحدة بشكل مباشر والتالي تحتاج انه تقوم بانشاء مصفوفة من ال data الان انا نقوم بيرساله برسم line واحد فطبعا راح يطلب من عندك انه تعطيه ال pen مثل ما تلاحظ تضطيه ال pen وتضطيه النقطة الاولى وتعطيه النقطة الثانية فراح يقل له اوكي عد ال pen multi والنقطة الاولى هي هذه P1 والنقطة الثانية هي P2 تمام اوكي الان خلينا نعمل تسعى البرنامج شاهد الان راح يقوم بتعريف ال pen او في البداية يقوم بتعريف ال area اثناء عمل initialize طبعا لها ثم على ذلك يقوم بعمل تعريف ال point اللي احنا قمنا بتعريفه عشرين بعشرين ومية وعشرين ويقوم بعملية الرسم ل line اثناء الضغط على هذا البوتن وطبعا هذه data متغيرة يمكن ان نتاخذها من المستخدم في الاساس اوكي خلينا نقوم برسم line الان مثل ما شاهد تم رسم line طبعا الان التعريفات اللي احنا اعطيناها اذن قيمة ال x كانت صغيرة هذه العشرين عشرين هي هذه اخذ عشرين بال x واخذ عشرين بال y اوكي مثل ما قلنا انه يشتغل من الاعلى الى الاسفل من الاعلى الى الاسفل من اليسار اليمين فاخذ عشرين بال x منها واخذ عشرين بال y حدد هذه النقطة الاولى والنقطة الثانية اخذ مية في ال x لهذه مية واخذ عشرين في ال y نفس النقطة بالنسبة لل y وبالتالي يرسم لك خط يكون عندك يعني ortho باتجاه زاوية الصفر تماما اذا اعطيت قيم سالبة رح يبدي يحكس هذه العملية تماما يعني اذا اعطيت قيم بال x سالبة فرح يبدي يرسم بهذا الاتجاه واذا اعطيت بال y قيم سالبة فرح يبدي ايضا يرسم بالاتجاه المعاكس تماما طبعا هذا بالنسبة الى ال line الان مثلا اذا اريدنا ان نقوم برسم ريكتانجل رسم الريكتانجل طبعا بنفس الطريقة السابقة احنا نحتاج الى البن في كل الاحوال فيمكن انه تقوم بتعريف يعني لكل عملية وبالتالي عارفة يعني اثناء عملية ال على سبيل المثال انا خلينا نقوم برسم بن وقوم بتعريف على اساس بس يكون عدي لونه احمر اوكي فالان ايضا بنفس الطريقة يمكن انه تستخدم المثود بشكل مباشر وتعطيها الداتا الخاصة في رسم الريكتانجل او تقوم بتعريف ريكتانجل كيف تقوم بتعريف ريكتانجل فيمكن انه تقل بداية الريكتانجل ثم مع ذلك الطول والعرض الخاص في هذا يعني بداية الرسم لان اريد ارسم ريكتانجل في في الارية فبالبداية احتاج نقطة البداية او النقطة اللي انا راح ابدى ارسم فيها ثم مع ذلك اعدي الداتا اللي هي الطول والعرض ما للريكتانجل فيمكن انه اقل لعدي ريكتانجل او نيو ريكتانجل اوكي كائن اسميه ريكتانجل وراح يكون عندي نيو نيو فروم ريكتانجل مثل ما قلنا راح ابدى اعطيه في البداية كيف راح يبدي يقوم بتعريفه لك في البداية تحتاج انه تعطيه اللي راح يبدي يرسم بها مثل عدي 100 ثم ع ذلك عدك الطول والعرض مثل ما شوف يمكن تعطيه طبعا ما في عندنا اي مشكلة اي عن داتا تكون عندك وهكذا وثم ع ذلك عندك الطول والعرض نفترض انه عدنا طولة 300 والعرض او الارتفاع عدنا 400 اوكي والان اقوم برسمه بشكل مباشر اقليه انه انا عندي Graphics dots draw ايش draw rectangle اوكي او يمكن ان تقوم بتعريف مجموع عمر rectangle وتقوم برسمها على اساس تكون عندك مصفوفة كدفعة واحدة بشكل مباشر وطبعا هذا كثيرا ما تحتاجه فالان راح يقل لك اعطيني الpanel راح تبدي ترسم فيه اوكي ثم ع ذلك اعطيني ال data الخاصة في هذا الريكتانجل تمام اوكي هذه بسبب ال S مفروض ان احنا نقوم برسم الريكتانجل واحدة اذا اريدنا نرسم مجموعة من الريكتانجل فالمفروض نعطي مصفوفة كاملة من الريكتانجل فالان خلينا نعمل تست على البرنامج لاحظ الان طبعا راح يبدأ يرسم قيم او الريكتانجل بداية الرسم الخاصة فيه من النقطة 100 في 100 100 في ال X و 100 في ال Y ثم على ذلك عندك العرض 300 والارتفاع 400 الان مثل مشاهد قام برسم الريكتانجل هنا تماما يعني 100 في ال X و 100 في ال Y الآن بالنسبة لرسم الاشكال الاخرى بنفس الطريقة السابقة ما فيها اي اختلاف بالنسبة لعملية رسم ال Circle فلاحظ على سبيل المثال هنا بشكل مباشر انه لما تقل اريد رسم Circle فهي في الاساس تحتبر عندنا يعني ك هنا عندك لتلاحظ هذا عندنا الكيرف لاحظ الكيرف يطلب من عندك البانيل اللي انت راح تبدي ترسم عليه والنقاط وفي الاساس الكيرف يتكون عندنا مثل ما شفناه من الثلث نقاط او يمكن انه احنا نرسم على شكل Rectangle يعني الكيرف يمكن انه المثل على شكل Rectangle ونبدي نعطيه Start Angle طبعا من هنا بشكل مباشر اضافة لذلك هنا هنا هذا عندنا الاليبس شاهد الاليبس يعني راح يبدي يطلب من عندك ثم على ذلك Rectangle هو في الاساس الدائرة هي نفسها Rectangle لكن يكون عندك الارتفاع والعرض فيها هو متطابق بمعنى هي نفس الطريقة السابقة لكن هنا راح يكون مثلا عندك 400 و 400 فبالتالي راح يبدي يرسم لك راح يبدي يرسم لك دائرة باحتبار 400 هو الدياميتر في الX و في الY هو ثابت بالنسبة الى الArc اوكي throwArc فرح يبدي يطلب من عندك الامور التالية رح يطلب من عندك Pin اللي انت راح تبدي ترسم فيه اوكي رح يبدي يطلب من عندك Rectangle هذا Rectangle نفسيته اللي احنا كData طبعا تمثلها الى اوكي يمكن تعطيه هنا مثلا 00 اوكي ثم بعد ذلك عندك مثلا 400 و 300 على سبيل المثال او 400 مثلا و 500 تمام ثم بعد ذلك رح يطلب من عندك انه تعطيه الزاوية الزاوية او الAngle الخاصة فيه الStart ونفترض انه زاية الان هي ك Start Angle تعطيها الى تكون مثلا بمقدار 270 او 45 زاوية 45 و الSwift Angle هي 270 اوكي عندنا الـ Full Rectangle ايش الفرق ما بين الـ Full الـ Full هو كأنما يعملك يعني باستخدام الـ Brush مجرد انه انت نفس الطريقة السابقة لكن الان انت تعمل تعريف على اساس Brush فتقوم بتعريف بدل الـ Paint تقوم بتعريف Brush ثم على ذلك نفس الطريقة السابقة اللي احنا تكلمنا فيها لكل العمليات بالنسبة للـ Rectangle او يمكن تعمل Brush بالنسبة الى Ellipse معين او الى هذه الامور اضافة لذلك هنا اعدك Clear تحذف الرسم او Clear Area حذف الـ Area بشكل كامل ايضا هناك مجموعة من المثود اللي يمكن انه تستفاد من عدها خلال عملية الرسم فتقريبا كل شي تحتاجه من امور خاصة في تمثيل الـ Data على شكل الرسومات راح تكون موجودة تقريبا خلال بهذا الكائن